نعم هناك فرق كبير في كلا الرؤيتين رئيس رجب طيب أردوغان يتبنى نظام الحكم الرئاسي المعارضة تريد العودة بالبلاد إلى نظام الحكم البرلماني الحكومة والرئيس أردوغان يقول بأن نظام الحكم البرلماني هو سبب فشل الحكم في تركيا في إدارة سياسة المحاصصة وبالتالي أثبت فشله خلال السنوات القليل الماضية كمال كليشدار أغلو والمعارضة يريدون العودة بالنظام إلى البرلماني لأن النظام الرئاسي كما يقولون كرس حكم الفرد الواحد وكذلك يتحدث كلا الطرفان عن أنهما قادران على الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا لكن الحكومة تقول أن لديها سجل حافل بالإنجازات وتقول بأن المعارضة وكمال كليشدار أغلو فشل خلال السنوات الماضية من تقديم أي رؤية حقيقية أو إقناع الناخب التركي بربما برامج انتخابية هذه الانتخابات مغايرة لأن كمال كليشدار أغلو الآن تحت سقف عدد من التحالفات والكتل السياسية نتحدث عن الطاولة السداسية المعارضة كلها دخلت تقريبا بصف واحد خلف كمال كليشدار أغلو على الرغم من وجود سنان أغان على الرغم من وجود محرم إنجا لكن الطرف الأقوى هو كمال كليشدار أغلو لكن دعيني أشير إلى موضوع مهم الشرخ الذي حصل بالمعارضة سابقا عندما خرجت ميرال أكشنار ما زال يلقي بتداعياته على الناخب التركي عندما صرحت عدد من التصريحات سنتناولها خلال الساعات المقبلة ربما بساعات التغطية مساء لألا ندخل في موضوع الحظر والدعاية الانتخابية لأي لا تصنف لذلك لكن الوعود الاقتصادية الخروج من أزمات تركيا التعامل مع الفضايا السياسية تركيا على الصعيد الدولي والداخلي أبقى معنا أبو طالب متابع بالصور مباشرة في هذه الأثناء الرئيس التركي المنتهي أولايته رجب طيب إردوغان وهو يدلي بصوته من اسطنبول كما يبدو يعني كما كنا نتوقع نتابع بالصورة بعد أن أدلى كمالك الجدار أوغلو بصوته في أنقرة نتابع الآن الرئيس التركي المنتهي أولايته رجب طيب إردوغان يدلي بصوته ويتحدث مع الأطفال في أحد مراكز الاقتراع على ما يبدو في اسطنبول نذكر بالمنافسة الشريسة التي يخوضها إردوغان في هذه المعركة ربما أصعب معركة انتخابية يخوضها إردوغان والبلاد يعني على مفترق طريقين نظرا للرؤية المختلفة لكل من المنافسين إذن بين رؤية علمانية وبين رؤية إردوغان وهو ما كان واضح من المواقع التي اختارها المرشحون لختام جولاتهم الانتخابية يتبعنا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يختتم جولته الانتخابية من مسجد آيا صوفيا في وقت كان كمال كليشدار أوغلو يختتم جولته من ضريح أتاتيرك مصطفى كمال أتاتيرك مؤسس تركيا الحديثة إذن نتابع هذه الصور مباشرة في هذه الأثناء للرئيس التركي المنتهي وليته رجب طيب إردوغان يتحدث مع بعض النساء بهدوء الصورة تختلف قليلا عما كنا نشاهده قبل دقائق حينما أدل مرشح المعارضة كمال كليشدار أوغلو والذي ربما هذه المرة الأولى التي يستطيع فيها المنافسة بهذا الحجم الكبير إذن لدى إردوغان تحديات كبرى إن كانت تحديات اقتصادية في ظل التضخم الذي تعيشه البلاد وتحدي أيضا برز عندما وقع الزلزال المدمر في تركيا ما تطلب إجراءات استثنائية السياسة الخارجية هي أيضا من الأولويات بالنسبة لمستقبل البلاد سيتحدد مستقبل البلاد فيما يخص السياسة الخارجية بناء على هذه الانتخابات المهمة جدا التي تحصل اليوم في تركيا إذن لازلنا نشاهد بالصورة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يبدو عليه الهدوء بشكل كبير هو يسيطر على انفعالاته ربما في هذا الوقت في هذا اليوم الحاسم بالنسبة له بعد عشرين عاما من السلطة في مناصب عدة تولاها في تركيا أشكرك من أنقرة أبو طالب العبد الله مراسل الغد بطبيعة الحال نعود إليك خلال هذا اليوم الانتخابي الطويل لمتابعة كل المستجدات في معركة تكسير العظام إذا صح التعبير شكرا